يا صباح الخير هنتكلم في الفيديو ده عن الامريكان تريبانوزوم التريبانوزومة اللي احنا نعرفها اتفقنا انه هم منوعين واحدة اسمها افريكان تريبانوزومة دي بتاعت افريقيا واحدة اسمها امريكان تريبانوزومة دي بتاعت امريكا الجنوبية وشتان ما بينهم في الدزيز الامريكان تريبانوزومة او التريبانوزومة اللي بتعيش في امريكا الجنوبية هي واخدة امريكا الجنوبية وساوت امريكا وساوت امريكا دي بتتنقل عن طريق بقاية اللي قدامك في الصورة دي ودي بقا كبيرة نوع من البق وينجة بجزة عندها جناحات المفروض انها تطير بس هي ما بتطرش لان جسمها كبير قد الصور صار فاجناحتها ما بتقدرش تشيلها فدي بتمشي بالراحة 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 وتروح تقرس البني آدم وهو نايم تحط في دمه التريبانوزومة الامريكان تريبانوزومة أو التريبانوزومة كروزي دي بتقعد تلف في دم العيان تاخد لها شهرين ثلاثة كده تلف في إيه تلف في الليفر والسبلين ورتكلي اندوثيليل ساستم وبعد كده العيان يخف تماما ما يجرالوش أي حاجة في هذا التوقيت بتكون التريبانوزومة مستخبية مستخبية فين في المسل فايبرز والنيرفسلز بتاعت مين بتاعت القلب وبتاعت الايه الامعان يقم القلب يقم القمعان فإن بعد يجي لك يشتكي بعد عشر عشرين سنة كده إن قلبه كبير ودي حاجة مش حلوة دميجا كارديا يبقى عنده هارد فيلير يم يجي شتكي إن برضو الانتستين بتاعته كبرت فبقى عنده ايه مشاكل في الهضم ومشاكل في الجهاز الهضم تعالنا نتعرف على هذه البروتوزوة اسمها تريبانوزومة كروزي أين طاقة تريبانوزومة كروزي هي موجودة في دول ساوث أمريكا وسنترل أمريكا وزي ما اتفقنا هي بتعيش في البيوت الفقيرة اللي مصنوعة بالخوص اللي هي ايه مش مبنية كويس في بيوتهم بتعمل ديزيز اسمه شجز ديزيز شجز ديزيز ده نسبة إلى العالم اللي هو اكتشف تريبانوزومة كروزي أو شافها أول مرة بس طبعا دلوقتي اتغير شوية جيوجرافكا بتاعها ليه لشان هي كرونيك ديزيز ده بيعيش من 20 ل 30 سنة وفي ناس بتسافر وفي طيران وفي ناس بتقعد هاجر إلى أوروبا وتعيش في المدن التانية فابتدى يظهر في البلدان التانية بسبب الهجرة بيتنقل عن طريق اتفقنا اسمها وينجد باكز أو الاسبيشيز بتاعها أو العيلة بتاعتها اسمها ريوديفاعد باكز في منها نوع اسمه تيرياتوما ونوع اسمه رودنيس في بعض الحيوانات الأخرى اللي بتصاب مين اللي بتربانوزومة كروزيو هم الأرمادلو الأرمادلو ده نوع من القوارض بس بيبقى ليه شل ضخمة ونشفة وكبيرة فوق جسمه والأبوسوم يبقى الأرمادلو والأبوسوم وهي أنواع من إيه؟ من القوارض ممكن يجي في القطط وكلاب في بعض البيكز يبقى إحنا معرفين إن هو الزونوتك ديزيز الزونوتك ديزيز هو الديزيز اللي بيصيب البني أدمين وبيصيب الحيوانات وبيصيب حيوانات كتيرة تعالى ناخد لايف سايكل ونبدأ لايف سايكل بهذا البني آدم اللي مش غالبين هذا البني آدم عيان وفيه في دمه تربانوزومة كروزي عمالة لف في دمه جات بقاية أرصت هذا العيان فأخدت من دمه إيه؟ تربانوزومة كروزي التربانوزومة كروزي تفرق عن تربانوزومة بروسي إن هي بتبقى في صورة سي شيب بتبقى ملفوفة حوليه نفسها يبقى هي واخدة شكل السي أو شكل اليو بالإضافة إلى إنها عبارة عن شكل واحد بس في دم العيان اللي هي السي شيب دي فبيسموها مونومورفك تربانوزومة يبقى أنا لما أقول كلمة مونومورفك تربانوزومة مقصود بيها تربانوزومة كروزي أو الأمريكان تربانوزومة هي هي ايه؟ نفس الكلمة هذه البقاية أرصت البني آدم العيان خدت من دمه المونومورفك تربانوزومة تربانوزومة راحلت إلى معدتها في الميت جت وبتدت تتحول إلى إي بي ماستيجوت فاكرين لما قلنا إن أنا عندي في التربانوزومة مفيش إلا تريبو ماستيجوت wæpi ماستيجوت تربانوزومة في العيان اي بي مستيجوت في البقاية تمام يبقى انا كان عندي تريبانوزومة جوه العين خدتها البقاية حولتها الى اي بي مستيجوت ابتدت الى اي بي مستيجوتي تكتر 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 وبعد كده هاجرت الى الهيند جوت وتحولت الى حاجة اسمها شورت سطمبي ميتا سايكليك تريبانوزوم شورت الى انها اسرت شوية سطمبي اتقطشت من تحت ميتا سايكليك متحولة تريبانوزوم ودي بقت موجودة فين موجودة في المعدة أو في الأمعاء بتاعة البققة في الهيند جوت وبتنزل مع الستول جت بقى البقاية هذه المعدية راحت لعيان بالليل وهو نايم شخص طبيعي سليم ما عندوش حاجة راحت لهو نايم بالليل زارته وهذه البقاية فيه منتهى الرومانسية بتحب تقرس العيان دايماً يا إما في الانجل أو في الانجل أو في دي ماوث يا إما في طرف عين وكده من فوق يا إما في طرف بقق وكده من عالجام بعد ما تروح بقى يساف بقق وكده وإيه أرصا تاكل كتير 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 مفجوعة تاكل 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 لحد ما في درجة نهاية إيه لسه بتاكل تبتدي تباس بعض القطرات من إيه من الستول لأنها أكلت كتير فتبتدي بقى تخرج فتروح حتى بعض القطرات من الستول على وشه وهو نايم يصعى البني آدم حاسس فيه حاجات على وشه وكانت فيه بقاية بتقرس ومش عارفة إيه روح هارش فمدخل الستول جوه الجرح اللي اتعمل في وشه الجرح اللي ايه بتاع العضة بتاعت البقاية فتدخل الشورت سطمبي متاسايكي الكتيربانوزومز إلى دم العين تدخل هذي الشورت سطمبي متاسايكي الكتيربانوزومز وتبدأ ايه تلف في الدم وتروح على الريتيكلي اندوثيليا السيستم وتخش جوه الخلايا تمام؟ هتحتاج تخش ايه جوه الخلايا أنهي خلايا اتفقنا أن هي بتحب المسل فيبرز وبتحب البرين اللي هما ايه؟ النورفي سيلز حلو؟ طب لحتخش الخلايا بدلها ده لأ تروح عاملة ايه؟ تروح مستلفة اللي بيدخل جوه الخلايا اللي مالوش ديل اللي اسمه أماستيجوت يبقى طالما دخلت جوه الخلايا ماينفعش تخد دلها معاها لازم ترمي دلها بره فتتحول إلى أماستيجوت من غير ديل هذه الأماستيجوت تبتدي تتكاثر 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 جوه المسل فيبر وتتحول إلى أماستيجوت كتير وبعدين تتحول إلى تريبو مستيجوت أول ما تريبو مستيجوت تتكون جوه الخلية تبتدي تتحرك بدلها فالدايق الخلية فالخلية تفرقع وتطلع تريبو مستيجوت وموديل في الدم ويبتدوا يلفوا في الدم ويخشوا جوه خلية تانية ويتحولوا إلى أماستيجوت وهكذا وتوتا توتا خير فرقة الحدود نبتدي بقى ايه؟ ناخد الحاجات من اللايف سايكل اللي تفيدني رقم واحد مين هو الفكتور؟ الفكتور بتاعي هو روديفايد بجز أو الوينج بجز طيب مين هي؟ الانفكتيف ستيج الشورت سطمبي متاسايكلك تربانوزومز اللي كانت موجودة في الستول بتاع البقاية ودخلت في الجرح ايه؟ في البني آدم طب هذي الشورت سطمبي متاسايكلك تربانوزومز ايه المودة في انفكشن بتاعها؟ المودة في انفكشن كان عن طريق ايه؟ عضت هذه البقاية هيبقى المودة في انفكشن بايت أو الوينج بايت بجز كنتميناتينج السكين انفكشن أو السكين بايت بايه؟ بالشورت سطمبي متاسايكلك تربانوزومز طب ده انتيريور ستيشن ولا بوستيريور ستيشن؟ ده بوستيريور ستيشن دي نزلة مع الستول مش عن طريق الصلايفة يبقى ده بوستيريور ستيشن تاني حاجة ده كنتميناتف انفكشن ليه كنتميناتف انفكشن؟ ما دخلتش انا ما حطتهاش في العضة بتاعتي ده هي ايه دخلت عن طريق الستول اللي نزل جوه الجرح بتاع الاسكن ممكن تدخل عن طريق كونجانك تايفا ممكن تدخل عن طريق جرح تاني لو لا عيان مجروح يبقى هي ايه؟ كنتميناتف انفكشن طب انا لما دلوقتي البقاية اخدت منومورفك تربانوزومة وحولتها الى ايبي مستيجوت يبقى انا فيه ايه؟ فيه تغيير في الشكل والحجم والإيبي مستيجوت فضلت تتكسر 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 يبقى انا عندي تخيير في العدد يبقى ده اللي بنسميه سايكلو بروباجيتف ترانسميشن يبقى المودف انفكشن كامل نقول عليه ايه؟ قلنا البايت أوف ذا الروديفايت باكس كنتميناتنج سكين أبريجن أو الميوكس ممبرين وده كنتميناتنج شورت سطمبي متاسايكليك تريبانوزومز أو تريبو مستيجوت وده كنتميناتف انفكشن وسايكلو بروباجيتف ترانسميشن ممكن تتنقل عن طريق البلد ترانسفيوجن أو عن طريق الأورجان ترانسبلانتيشن أو من الأم لابنها ممكن جدا 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 وأكتر كمان من الحاجات اللي في البلد ايش معنى؟ ده كرونيك انفكشن ده انفكشن بييجي للعيان يوعد شهرين ثلاثة وبعد كده العيان ده بيفضل عشر سنين سليم العشر سنين دول هو مش حس انه عنده اي حاج ده ممكن في الاول كمان ما يحسش بالأكيوت انفكشن فالعيان في هزي العشر سنين هتحمل وتخلف وتجيب عيال عادي ممكن ينقل يتبرع بالأعضاء والأعضاء دي يكون فيها أماستيجوتس أو يكون فيها ستيجس من نتربانوزومة ممكن يتبرع بالدم ودم ويكون فيه آه نسبة قليلة من نتربانوزوم زي انها في المرحلة كورونيك بتبقى دخلت جوها الخلايا خلاص ولكن استيل فيه نسبة ممكن تعمل عدوى للعين يبقى ممكن تتنقل عن طريق الكنتمانيشن أوف دا سكن بالفيسس بتاعة روديفايد بكز وهي دي المين مود فترانسميشن لكن ممكن كمان تتنقل عن طريق الأورجن ترانس بلانتيشن أو البلد ترانس فيوجن أو من الأم لبناء طب ايه هي الدياجنوستيك ستيج؟ انا لو خدت عينة من دم العيان هلقى فيها المولومورفك تربانوزومس أو التريب هو مستيجوز ولو خدت بايوبسي من أي تيشو من لينفنود من مصل من أي حاجة ممكن ألاقي فيها إيه؟ ألاقي فيها الأمستيجوز يبقى أنا عندي الدياجنوستيك ستيج هم المولومورفك تربانوزومس في الدم والأمستيجوز اللي موجودة فين؟ في الخلايا دعا نتكلم على الكلانيكال بيكتر أول حاجة في الكلانيكال بيكتر مطرح ما دخلت مطرح ما دخلت يبقى أنا البقاية أراسته صيح الصبح عنده حاجة اسمها شاجومة إيه شاجومة دي؟ دي لوكال انفلاميشن شوية انفلاميشن موجود في المنطقة اللي إيه؟ اللي البقاية أراسته فيها يبقى انفلاميشن وإديمة ومكان اللي فيها متورم وفيها حمار طب هي الشاجومة دي أكتر مكان لها إيه؟ أشهر مكان في وشه لأن هي بتحب تقرسه في وشه ويبقى في الأنجل أوف دي ماوس أو في الأنجل أوف دي آي أو ممكن تكون على الإكستريميتز مكان دراعاته ورجليه ما هي هي بتقرسه في وشه بس ممكن فيه نسبة تانية أن هي تقرسه في أماكن تانية تبقى متعرية منه بالليل طيب لو هي قرسته في وشه ممكن قوي اتفقنا إن إيه؟ إن هي تحط ستول مثلا جنب عينه وكده فبتدخل البروتوزوة أو الشور تستن في متاسايكلك تربانوزومز بتدخل عن طريق الكونجنكتايفا من الميوكاس ممبرين اللي هو بياض العين في عينه كلها بتورم الجفن الفؤاني والتحتاني ونصف وشه دي بنسميها رومانا صعين رومانا صعين ديزيز اسمه شاجز ديزيز الانفلاميشن بتاعه اللي على الدرع واللي على الوش بنسميه شجومة أو لو دخلت عن طريق عينه وحصله ورم في نصف وشه في الآيلتز كلهم وفي وشه كده في التشيك ممكن تاخد وشه معها كمان دي بنسميها رومانا صعين بعد كده تربانوزومز بتبتدي تلف في دم العين اي انفكشن في الدنيا بيبقى معاها فيفر هيدك انوريكسيا ماليف خلاص فالعين ده بيبقى عنده فيفر وهيدك ونفسه مزدودة واريترالجيا ومفاصله واجعاه وهم دين وبتبتدي تلف بعد كده في الريتيكلي اندوسيليا فالعين ده هيبقى عنده هباتو سبلين وميجالي وجنراليزد الانفادينوباثي نسبة ضئيلة من العينين بيجي لهم الاكيوت انفكشن ده في صورة سيفير التربانوزومز بتروح تهاجم يقمى القلب يقمى البرين لو راحت على القلب ممكن يحصل فيه انفكشن وتدخل في عضلات القلب فيبقى عنده مايو كاردايتس كلمة مايو جاية من عضلات ده اختصار بمعنى عضلات يعني عضلات القلب فيها انفلاميشن التهاب وتتكسر فيجيله ايه اكيوت مايكارديال فيلير فيموت او تروح على البرين تعمله منينجو انكفالايتس او تعمله منينجو انفكشن البرينجو ده ده الغشاء المغلف للقلب لما يحصل فيه انفلاميشن ويحصل فيه انفلاميشن يعني فيليوود بيتجمع فلما يتجمع فيليوود زيادة في البرينجو المغطي القلب يبتدي يضغط على القلب مايعرفش ان هو يتمدد كويس ويعمل فيبقى فيه ايه حاجة اسمها البرينجو منينجو يعني تجمع مائي حوالين القلب بعد كده لعيان ممكن يخف يبقى سليم تماما تماما في الغالب يعني لغاية بعد 10 إلى 20 سنة في خلال العشر إلى 20 سنة إيه اللي بيحصل اللي بيحصل إن هذي تربانوزومة اللي بتلف في دم العيان بتروح تستقر في المسل فايبرز والنيرف سيلز المسل فايبرز مش أي مصل السموث مسل فايبرز يبقى بتحب الهارت وبتحب مين تاني بتحب المسلز بتاعة جيو ايتي فأول حاجة بتحصل تشاجاز كارديو ميوباثي تشاجاز كارديو ميوباثي ده عبارة عن أمستي جوتز عمالة تربليكيت في المسل فايبرز بتاعة القلب وتربليكيت في النيرف سيلز بتاعة القلب وخاصة الparasympathetic ganglia فبيبقى فيه simpathetic overtone البارasympathetic والsimpathetic لو أنتم كنتوا خدتوهم السيمبathetic ده ايه ده اللي بيخليك تتخانق متنرفز ومتعصب وقلبك بيضق بسرعة وعندك تكيكارديا أما الparasympathetic ده وانت قاعد هادي كده وريلاكس فالparasympathetic اللي هو إيه بيهدي الأعصاب يعني الparasympathetic ده المسؤول عن تهديه الأعصاب فالsympathetic بيبقى لي الupper hand بيبقى له الوفا بيبقى فيه overtone فالقلب بيدق بسرعة 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 وفي نفس الوقت اكزهوستد لأن المسل فيروز بتاعته متكسرة فبيحصل heart failure في صورة إيه؟ في صورة إننا يحصل عندي أريثميا أريثميا دي يعني عدم انتظام في ضربات القلب ما هو النيرف فايبرز برضو المسؤول عن تحكم عن ضربات القلب مش منتظمة مفيش انتظام فيها ميوكارديا الفيلير ممكن يموت sudden death sudden death ده بسبب إيه؟ الأريثميا دي خطيرة جدا ممكن في لحظة واحدة العين إيه؟ يروح مني يبقى هي بتاخد المسلز والنيرف سيلز بتاعت الجانجليا الاوتونوميك نيرف جانجليا مش أي اوتونوميك نيرف جانجليا اوتونوميك نيرف جانجليا بيبقى فيه منها sympathetic وparasympathetic هي بتاخد الparasympathetic فبيبقى فيه sympathetic overtone sympathetic overtone ده بيخلي إيه؟ بيخلي العين عنده أريثميا وبيبقى فيه myocardial failure بسبب كمان المسل فايفرز بتاعته اللي عملت الكسر ويحصل فيها inflammation عضلة القلب بتخس ومش قادرة تضخ الدم بصورة كويسة وفي نفس الوقت مطلوب منها أن هي إيه؟ تضخ بسرعة عشان فيه sympathetic overtone أما في GIT فنفس القصة برضو هي بتحب إيه؟ بتحب تروح يا إما الإصافيجس يا إما إيه؟ يا إما large intestine خلاص تعملي حاجة اسمها digestive disease برضو بتاخد الأوتونوميك جانجليا اللي هي اسمها أرباخ بليكسس أرباخ بليكسس دي دي الparasympathetic جانجليا اللي بتغذي مين؟ اللي بتغذي الإصافيجس وبتغذي الـ GIT كله من فوق لتاعة فبتكسرها بيحصل disk coordination خلاص عملها إيه؟ عملت تعمل contraction بس مش بانتظام الحركة بتاعتها ملهاش أي ستين لازمة بالإضافة لأنها بتعمل بتاخد المسل فيبرز بتكسر المسل فيبرز فبردو العضلات دي بتخس فبعد ما العضلات دي تخس ويبقى فيه كده disk coordination كل شوية تعمل contraction بس ملوش لازمة إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل إن عضلات الـ GIT تتمدد كأنها بلونة كل ما الأكل ينزل فيها تتمدد كل ما الأكل ينزل فيها تتمدد ما هي عضلات خسة هي مش عضلات وخلاص فقدت التوم بتاعها فتتمدد زي البلونة تتمدد زي البلونة فالأكل يتحشر العيان ما يعرفش يبلع ده اللي بنسميه أكاليزيا بيبقى عنده مشكلة في الـ Cardiac Sphincter الـ Cardiac Sphincter دي الـ Sphincter بتاعت الإسوفيجس من تحت اللي ما بين الإسوفيجس وما بين الـ Stomach الـ Cardiac Sphincter دي لما بتتأثر الأكل العيان مش عارف يبلع خلاص هو contraction اللي بتحصل في الإسوفيجس عشان تنزل الأكل التحت ما بقيتش موجودة وفي نفس الوقت عضلاته خسة قوي 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 فبعد ما خست تبتدي ضيليت ويوسع وبقى زي قلته بقى مصورة عمالة إيه تحوش في الأكل وخلاص وده اللي بنسميها ديسف أكاليزيا Cardiac أكاليزيا وبتعمله إيه بتعمله ديسفيجي العيان مش عارف يبلع فبدو قدي برضو انه هو ويتلص ما بيعرفش يأكل كويس ويبتدي يرجع إيسوفيجي المشكلة بقى الأكبر كمان الميجا كولون الميجا كولون ده ان الكولون بتاع العيان برضو بيحصل فيه نفس القصة فالكولون كل ما بيتحوش فيه شوية ستول بيبقى إيه بيضيليتي يضيليتي يبقى عمل زي البلونة وما فيش تون فالعيان بيعرفش يخش الحمام ففي كرونيك كونيستيباش يبقى ميجا كولون وإيه وكرونيك كونيستيباش بعد كده قالك إن لو هو صاب من الأم للجنين ممكن الطفل ده يتولد بإيه ممكن يتولد إن هو يبقى سيفير يموت لو بيرث ويت يتولد وزنه قليل يبقى بريماتيور يبقى عنده هباتو سبرينو ميجا يمكن تروح على المنينجيس وعلى البريم بتاعه وتعمله منينجيون كفالايتس يعني ممكن يجيله أي أعراض أكيوت إيه للمرض العينين بقى زي العينين الأيدز خطير قوي فيهم إن يحصل لتريبانوزومة كروزي يعني ممكن أصلا هو يكون عيان تريبانوزومة كروزي من زمان ويحصل لها بعد ما منعته طوقة أو إن هو يجيله تريبانوزومة كروزي أو وارد جدا إن حد أرجان ترونس بلانتيشن مثلا يتزرع له قلب كان فيه تريبانوزومة كروزي فبردو العينين دي ممكن المرض سيفير فيهم شوية ويموت بسبب إما المايوكوردايتس أو بسبب مينجو تعالى بقى نشخص عيان تريبانوزومة كروزي خلينا متفقين إن في المرحلة الأكيوت كمية تريبانوزومة كروزي في الدم بتبقى كتيرة وأنا لو خدت عيان الدم بسهولة ممكن أشخص المرض أما في المرحلة كرونيك فإيه فالتريبانوزومة كروزي بتبقى سكانسي جدا في الدم ببقى صعب قوي إنها تتشاف تعالى نشوف بها إيه هنشخصه إزاي رقم واحد زي ما اتفقنا بتحكم على عيان في عياتك كلينيكال بيكتور أنت جاي منين يا حاجة جاي من ساوث أمريكا أو من سنترل أمريكا عنده رومانا صاين عنده كورديوميجا ليتقرص من البقاية يبقى أول حاجة كلينيكال بيكتور تاني حاجة هنبتدي ندور على البرازايد أول حتة بندور فيها على البرازايد في دم العيان أنا أخد عينا من دم العيان مكتوب عندك fresh anti-coagulated anti-coagulated دايماً الدم بيتجلط أول ما بنسحبه بره الجسم ففي أنابيب معينة بيبقى محطوط فيها مادة بتمنع تجلط الدم فبيتسحب على أنبوبة من دول وبعد كده أفرد منها فيلم أو أجيب بافي كوت اتفقنا أن أنا بدور الدم وأجيب من الحتة البيضة اللي في النص دي اللي ما بين الحتة الصفرة اللي هي السيروم والحتة الحمرة اللي هي الاربيسيز والحتة اللي في النص بيبقى مترصف فيها الوايد بلات سيلز ويبقى فيها تربانوزومة كروزي يبقى هفرد فيلم دم أو هجيب من البافي كوت وافردها واتفرج عليها يا إما دايريكت فهلاقي فيها المونومورفك تربانوزومة بتتحرك بالفلاجلن بتاعها قدامي أو أن أنا هسبوغها بجمزة وابتدي إيه أن أنا أتفرج عليه يبقى أنا هجيب نقطة دم من العيان يأما ثن أو ثيكس مير مسبوغ أو مش مسبوغ أو بالبافي كوت ميسود هلاقي فيها إيه في دم العيان مونومورفك تربانوزومة هلاقي مونومورفك تربانوزومة أو تريبو مستيجود أخد العيانة بتاع الدم العيان وزرعها على كولتشر بس مش أي ميديا حاجة اسمها إن 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 ميديا هيتحول إلى إي بي مستيجود اتفقنا إن إحنا عندنا تريبو مستيجود في دم العيان إبي مستيجود في الكولتشر أو في الفكتور ممكن أخد بايوبسي من الليمفنود أخد بايوبسي من الشجومة أخد من أي حتة أخد من أي تيشو من السكيلة الماصل أخد منها بايوبسي هلاقي فيها إيه هلاقي فيها الأماستيجود في بقى طريقتين بعد كده في الحيوانات لكن أنا ممكن أخد أي عيينة اللي أنا جبتهم دول وأزرعها فار أو في خنزير من اللي هم بتوعقوا 감사عق الناقص anal حاجيب بقى إيه هجيب العيينة وازرعها في دم الفار وبعد كده هستنى على الفارد إسبوعين ولا حاجة وبعد شوية إيه أدور على على المونومورفيكتربانوزومزا في دم الفار يبقى هجيب فار وأعزيب التربانوزومزا واستنى عليه شوية وبعد أبص في دمه على المونومورفيكتربانوزومزا أو حاجة غريبة بقى حاجة غريبة جدا اسمها زينو دياجنوزز زينو دياجنوزز ده مش هتسمعه في المقنها كله اللي هنا الزينو دياجنوزز ده ده اللي كان هجيب العيان اللي عنده تربونزومة كروزي كرونيك هو على فكرة سانستف في الكرونيك آآ آآ ديزيق في الكرونيك ستيج وخلي بقايا تتغز على دمه بقايا وخليها تتغز على دم العين وسيب البقايا دي تترعرع عندي في المعمل بعد اسبوعين اتبح البقايا وشوف هل في موجود جواها اي بمستيجوت وللا والله لقيت فيها اي ب مستيجوت تبقى هي اتعدت ملقيتش فيها اي بمستيجوت تبقى ايه ما تعدتش واحيانا نقاللك بدلا ما نتبح البقايا ونعمل الكلام ده نبص على السطول بتاعها بعد اسبوعين ونشوف في اي بم اي اه ا未לא يبقى ممكن اتبعها ودوره على اي بمستيجوت او ان انا استنى ان هي تجيب السطول في ايه في فيها المرض ده اللي بنسميه زينو دايجنوز او ان أنه ضور على البرازايد. اتفقنا أن انا حلاقي ثلاث حاجات ويمحما حلاقي المونومور فيكتروبانوزومس حلاقيها في دم العين أو في دم الفار بعد ما عداً الإبيمستيجوت مش حلاقيها إلا فين في الكالتشر أو في الفيكتور أو في الفيكتور اللي هي البقةية الآمستيجوت مش حلاقيها إلا في التيشوس بتاعة البني آدم في البيوبيس بمأن طبعا الطريكتİLeобще نوزس بيبقى صعب شوية في المرحلة الكرونيك وحتى في المرحلة الأكيوت ممكن ما يبقاش دقيق قوي فانا حال جاء الى اليميونو دياجنوز ان انا ادور على انتجين او انتيبول اول حاجة هدور على الانتجين بتاعة تريبانوزومة كروزي تست اسمه تيسا تيسا بلوت التيسا بلوت ده ايه؟ ده انا باخد عينها من السيرم او من اليورن بتاعة العين وادور فيها على اللي هو التيسا ده اللي هو تريبو مستيجوت اكسكريتد سكريتد انتجين دي انتجين بتفرزها تريبانوزومة كروزي ممكن الاقيها فيهن في السيرم او في اليوري اول انا ادور على الانتيباضي هدور على انتيباضي التيسا اللي عنده اسمه ريبا الريبا ده ريديو ايميونو بريسيبيتيشن اسيي ريديو ايميونو بريسيبيتيشن اسيي بنرصب الانتيباضي ده بدور فيه على الانتيباضي في الدم وده highly sensitive anti specific وده تيسا حلو وكويس فبيستخدمه كتير اول انا اعمل انترادورمال تست. فانا يعني ايه انترادورمال تست? احنا الانشم بتاعت التريبانوزومة كروزي تحت جلد العين واستنى يومين. واشوف حصل حواليها جرانيلوما كده وبايبة تبقى بوزيتف ولا ما حصلش تبقى نيجاتيف? او ان انا ادور على الدي ان اي بتاعت برازايت بالبي سي ار. اخر حاجة العين ده لو هو عنده مشاكل في القلب فانا هبتدي ان انا عامله اي سي جي واشوف قلبه كويس اعمله اكستري اشوف فيه ميجا كارديا ولا لا اعمله ايكو. يبقى انا هعمل حاجات تشخص بيها الكارديو مايوباثي. وهعمل اندوسكوب من تحت او من فوق علشان اشوف الميجا ايصوفيكس او الميجا كول. هتعالج العين بتاعك ازاي? هما دوين اللي بيستخدموا دلوقتي في علاج الاكيوت انفكشن. حاجة اسمها نايف يورتي موكس. وحاجة اسمها بنزيني دازول. نايف يورتي موكس وبنزيني دازول. هما دوين دول بس اللي بيتاخدوا في حالة الاكيوت افكشن. في حالة الكرونيك مفيش دوة بيأثر. فاحنا مابنديهمش. منستخدم كلها حاجات بقى ايه? ممكن مثلا هو عنده ايصوفيكس او اخش سيرجوري او لو هو عنده مشاكل في القلب فانا حددلوه علاج القلب. حاجات تزبطه القريزميا. حاجات تعمللو انتكو اجليشن عشان دمه مايتجلطش وهكذا. ازاي هنعمل كنترول لحالة اول حاجة هكنترول الفكتور. هزا الفكتور. انسكتي سايدة. أستخدم الريب لانت عشان الفيكتور ما يقربش مني وما يقرصنيش يبقى أنا هعمل ايه انسيكتي سايد وابيروزنال بروتكشن أصلح البيوت امكروف هاوسينج البيوت المع الشيشة دي أو العشش الفقيرة بتاعت الناس اللي في القرى الفقيرة أبتدي إن أنا أبنيها لهم بالطوب بحيث إن هي ما تسمحش بتعشيش هذه البقات فيها بعد كده البني قدمين بقى عليهم عبق كبير طبعا لازم لو أنا في منطقة مشهور فيها اللي هي فيها تربانوزومة كروزي أعمل سكرينج البلوت دونرز مش أي حد معدي هجيبه يتبرع بالدم لازم سكرينج البلوت دونرز بالتستات اللي عندي اللي هي إن أنا أدور على الانتيبادي أو أدور على الانتيبادي وبرضو الستات الحوامل مفروض أن أنا أعمل لهم سكرينج ونيوبورن الست كان عندها امريكان تربانوزومة أو كما عروفنا عندها امريكان تربانوزومة أعمل سكرينج لولادها اللي هي لسه والدهم وشوف هل جالهم العدوى ولا لأ ولو عرفت إن السيت دي جالها او نيوبورن مثلا اكتشفت إن هو عنده تربانيزومة كروزي فعرفت إن السيت دي كان عندها تربانيزومة كروزي نعمل التست برضو وندياجنوز كل الأطفال الصغيرين ولو طالع عندهم المرض يبتدوا ياخدوا العلاج